السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ليلة شانيل وصفة اليوم هي البغيوش عجينة سحرية بدون بيض وبدون حليب وكذلك بدون دلك والنتيجة كما تلاحظوا في الفيديو يأتي خفيف ويأتي مجعب ما كنحتاجوش اننا ندلكوه العجينة ديالو جد جد سهلة كانت مننا الفيديو دليومين لإعجاب ديالكم وإلا عجبكم ما تنسونيش من لايك وكذلك الاشتراك في القناة والضغط على الجرس دزل المقادير والطريقة بالنسبة للمقادير عندي معلقة كبيرة ديالخميرة الخبز كيس من سكر فاني من فئة 7.5 جرام القليل من الملح أربعة ديال معلقة كبيرة ديالسكر سانيدة أو السكر الخاشن بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الطوق ممكن أنكم تزيدو ممكن تنقصو هاد الكمية اللي درت أنا كتجي هي هادك ما كيجيش حلو وما كيجيش مسوس عندي هنا المدافي كندير كاس ونص ديال المدافي بالنسبة لعبار بكاس العنبة من الأفضل يكون المدافي على حسب الخميرة باش كتفاعل وهنا كنضيف كاس ديال الدقيق ما كنديرش الدقيق الناعم هنا كندير دقيق الحرش يعني الفرص الحرش كنخلط مزيان حتى ما كيبقاش دك طحين مكور وكنغطيها ونخليها حتى كتختعمر تقريبا واحد الخمستاش الدقيقة ما بين عشرة دقائق حتى الخمستاش الدقيقة هاد العملية ضروري منها هي اللي كتسهل علينا هاد البغيوش أننا مند الكوش نهائيا من بعد ما كتمر خمستاش الدقيقة الخميرة كتفاعل وكترجع لها هاد الشكل وهدا هو السير ديال البريوش اللي كيجينا الشيش وكيجي مجعب من الداخل هاد طريقة هي اللي كتخلينا اننا نصغنا وعلى الدليك كنضيف ليه نسكس ديال زيت نباتية اي زيت رومية واحد يغور طبيعي بدون سكر من فئة 110 جرام ودقيق غادي نضيف 4 ديال الكيسان ديال الدقيق مع جوج معالق كبار يعني 4 ديال الكيسان وجوج معالق كبار هنا الدقيق كندير غير الدقيق الحرش ما كندير شرطب يعني الدقيق ناعم ما كنديروش كنديرو الدقيق الحرش اي الفرص الحرش كنجمع الخاليط حتى كنكمل داك الكمية ديال الدقيق اللي عندي انا هنا الكمية اللي دخلت في هات العجينة بالكس اللول اللي ضفت الموية من الكمية كاملة نص كيلو ديال الدقيق العجينة كتكون خفيفة بحل هكا راها غادي تشرب الافضل انكم تخليوها خفيفة من اللول غادي نوضحها على سطح العمل لانا الاناء ضيق وغادي نجمحها وغا نضيف لها معالقة كبيرة ديال الزبدة وهذا هو السر ديال الطراوة ديال 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 العجينة كنضيف معرقة ديال الزبدة بالنسبة للزبدة اي نوع ماشي مشكيل ديال الطاصة ولا ديال العبار اللي كان وكنبدأ ندخل في هالزبدة على هالطريقة هادي يدي يا عامرين العجينة كتلصق فيهم ولكيمني كندير الزبدة وكنبقى نجمحها بحال هكا وكندخل في هالزبدة حتى العجينة اللي لسق في يدي ما كتبقاش ملسق في يدي بها الطريقة هادي تقريبا دقيقة ونصف فقط مني كتدخل في هالزبدة كتولي العجينة خفيفة ورطبة هنخليها علاجة بتختامر تقريبا واحد العشرة ديال دقائق هنرعجينا مبعد مخمرات تقريبا عشرة ديال دقائق كناخدها وكنخرج من هالهوى وكنبدأ نقطحها كويرات صغيرة ووراين على الشكل اللي انتو ما بغيتو سواء صغار او لا الحجم اللي بغيتو انتو ما كناخد شوكولات بالنسبة لشوكولات اي نوع بغيتو او لا اي نوع متوفر عندكم كندخل فيها شوكولات غير بها الطريقة وكنجمحها وكنوضحها في المول اللي كيكون مدهون بالزبدة بالنسبة للمول تقدروا تديروا المول ديال الكيك او اللاطاد الفران عادية كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل كمية كاملة وكنخليهم علاجا بحتكة خمر من بعد ما كيخمروا وكيضع في الحجم ديالهم كناخد صفر بيضاء كنخلطوا معها واحد شوية الحليب اولا كندير معاه سكر فاني وكنبدأ ندهنهم ما كتبركوش عليهم باش ما كتبزطوهم شلانا تكونوا خامرين باش الخميرة ما كترجعش عليهم ويتبزطو كيجيونا مبزطين غادي ندهنهم بسفر البيض ونغش عليهم شوية ديال الجنجلان او لسيم سيم الى ما بغيتوش تديروه في المول بحال هكا مربع بغيتو تديروها هي دايرة ممكن انكم تديروها دايرة وخة غير في اللاطة ماشي ضروري يكونش يمول ليكون داير انا هذي تدرتها غير في اللاطة ديال الفران كنديرو حدا في الوسط وقد بدأ ندير الاخرين مع الجناب باش جي محمرة من الجوانب ومن فوقه من تحت كما هكا ضروري ما كنشعلو غير من تحت وكنخليوها احتكد بدأ تعطينا داك اللون الذهبي من الفوق يعني احتكد بدأ طيب من الفوق مع اننا كنكونو شاعلين العافية غير من التحت تماعات كنهزوها وكنهبطوها تحت او لا كنشعلو الفوقاني وكنخليوها تتحمر انا غادي نحيدها من المول مع ان المول بقي سخون ومع بعد ذلك ما غير تلصق هذه اللي كي عجبني في هذه العجينة ديال بغيوش كتكون العجينة دياله اه شيشة وزوينة وما كتلصقش وهذه النتيجات ديال بغيوش كيما كتلاحظو خابرت بقي ارتب وهشيش كيجي خفيف مفيش فيش وكيجي اهش ارتب مثل القطن كيما كنقولو كتنزل عليه بيدك وكيرجع يطلع هذا علاش كيجين بالضطل لانه ما كينينش واحدة اخرين في الجوانب اللي غادي يتزحم معهم وتجي طلعة يعني ما الافضل يكون واحد المول او لالاطة اللي تجي مجموعة ويكونون تزحمين غادي ناخد واحدة غادي نقسمها باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل ديالها كيجي خفيف كيجي مجعب مع انه مدلك ناش لاحظو كيفاش كيجي كله مجعب من داخل والعجينة دياله اصلا كتجي خفيفة من داخل ما كيجيش العجينة دياله كلها كتجي خفيفة لاحظو كيفاش مجعب من داخل بحل ديالكناع مع انني مدلقتوش اكيد اكيد ايلا جربتو هالطريقة غادي تكون هي المعتمدة عندكم كم ما رجعت معتمدة عندي انا كنديرها دائما صرحة ما كفيهاش تماره وما فيهاش واحد الوقت ما فيهاش مجهود ممكن اننا نوعو فعو طمين ديرو الشوكولات ممكن انا نديرو اه جنجلان والنافع كيجيوا بحلق راشل كيجي ورا وعف الماداق وحتى شكل ديالهم كانت مننا الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها وان شاء الله نجح معكم كما كانت نجح معي حتى انا بالنسبة للحشوة فعو طوال شكلت اللي ما بغاش يدير شكلت تقدرو تديرو الجنجلان والنافع يعني كيجيوا بحلق راشل ممكن ماشي ضروري انكم تديرو الشكلت والميزة اللي كينا في هذه العجينة راه ممكن اننا نرجعوها حتى المالح يعني نستغنوا على السكر ونديروها نعمروها بالحشوة مالحة فقط السكر كنديروه معلقة صغيرة ونقدرو نعودو السكر بالعسل يعني نديرو معلقة كبيرة ديالعسل او لا معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة اهنا بقالي غير نقول لكم اه نتلقى وفي وصفة اخرى وسمحوا لي على الصوت شوية اعيانة ذاك شيعلش معطيتش مزيين الصوت كانت مننا الفيديو يعجبكم تلقوا في وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة